كاب التعبان تلايه في قديم أو حاجة حدة زي اللي انت قلتها فيروس ايه اللي الاطفال بتاخده من الاكل في الشارع اللي بننبه عليه طيب دي جزئية مهمة جدا بقى دكتور ممنوع مخلوق يأكل لقمة في الشارع بنبقى مضطرين لا ناخد حاجة مقفولة طيب خد معاك ولا مقفول ولا مفتوق ممنوع بتاتة ما بوص الولاد وزنا غير فاس تفوت الولاد عندنا سمنة دلوقتي في الاطفال السمنة دي كنا بنشوفها في الكبار دلوقتي في الاطفال ده ليه الفاس تفوت يا شام ممنوع كل ام وكل اب يحرج على ولاده ممنوع الاكل برا البيت الموضوع بس مش سمنة طبعا ممكن بتوع المحلات يموتوني وانا مروح هايستنوني انا وانت يا دكتور بس مش مهم ممنوع يا اخوانا لسببين السبب الاول انه غير صحي اكل غير صحي كله دهون وكله حاجة تاني نمرة اثنين قد يكون مش نظيف مين يعرف فيروس ايه بي القطل الطفل قد كده وعنيه تصفر ويسخد ويطرش طب انا في غنى عن هذا اكل البيت مية في المية نظيف الاسباب التانية اي التهاباتك بدي سواء مناعية او اي حاجة طب تكسير اللي تم اللي هي تكسير زي بتوع الفول اللي عندهم حساسية فول يكسر كل الدم لو كان الفولة واحدة اه كان لنا احد اصدقان عنده انيميا الفول دي لو كان اكل سندوتش واحد كان بيتبهدل ده ممنوع ده يموته سندوتش فول يموته شوف احنا من اكل الفول قد ايه وهو ممنوع منه مش بس الفول والعاتس والفاصولية البيضة واللبيا والبنيا والبقليات كل حاجة وبعض الادوية يعني فيه ناس فاكرة انها قضية فول لا انا احكي لك قصة جميلة جدا 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 على الفول ده انا شوفت قريبي واحد قريبي كان بيموت كان سنه ثلاث سنين وكان اول مرة يكل فول فانا شخصه صح واخدنانا قلنا له دم وكده قلت الامه ده مفيش فول ده ممنوع خلص ولا طعمية ولا كلام قالت لي خلاص انا متعلمة وعارفة يعني الناس دول بيتحسنوا بسرعة جدا جدا المجلوبين يبقى مثلا خمسة يبقى احداشر بسرعة جدا بدان منعت الفول رحت له بعش واليته هو ما بتحسنش فقلت الام بيأكل قال ابدا وحزق اتجامد جدا فانا رايح مرة بيتها لقيت شميت ريحت فول وطلت اما هو فيه فولة هو عندك قالت لي بس هو ما يكونش منه دورت في الكتب لقيت ريحت الفول تكسر يا خبرة بيض ريحته شفت الفول المصري قوي زي دولة الهيروين بس هي معلومة برضو يا دكتور ريحت الفول يعني الام اللي عندها ابن عنده فافيزم اسمها فافيزم اللي هي تكسير الفول نقص في انزيم خلي ما تدمس سي فول في بيت اشتركوا في القناة